اشتركوا في القناة دكتور كنا قد توقفنا في الجزء الماضي عند مفهوم القضاء والقدر واثرح في تربيت الصحابة وكان سؤالي في الجزء الماضي العلاقة بين مفهوم القضاء والقدر وكون الإنسان مسير أو مخير العلاقة بين هذا المفهومين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهل وسلام بكم ومشاهدين الكرام ونصلاة تقبل الصيام والقيام ويعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى الموضوع لأن الإنسان فيه أشياء مسير فيها وأشياء مخير فيها من الأشياء المسير فيها مثلا أسرتك ووالدك أمك متى تولد أم تتموت أم تأسأل شكلك هذه الأشياء يعني هذه كلها مسير فيها انت معك مثلا الشعب الذي تنتمي لأرض التي تعيش فيها الأمة يعني ما هل انت أفريقي هل انت سياوي هل انت أوروبي هل انت أمريكي هل انت كندي هل هذه ففيه أشياء في حياة الإنسان أشياء مسير فيها وفيه أشياء مخير فيها والأشياء المخير فيها هي التي ترتب عليها العقاب والثواب والحساب اللي أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان إرادة وأعطى الله سبحانه وتعالى قدرة وأعطى الله عقل من خلال هذا العقل والقدرة والإرادة يستطيع أن يختار فالله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على إرادته الحرة في اختياراته كون إن الله سبحانه وتعالى قدر حيث علما إن علم الله محيط هذه دائرة تتعلق بالإله العظيم وبصفاته عالم بكل شيء شون بيحدث وشون كذا لكن بالنسبة للإنسان فالله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بأن جعله هناك إرادة حرة هذه الإرادة الحرة أعطاه الله قدرة أعطاه الله عقل يميز بالخير بين الشر أبين له الخير أبين له الشر وترتب على لذلك الثواب وترتب على لذلك العقاب الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد في خلقه فخلق الشياطين للشر وخلق الملائكة للخير عباد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وخلق هذا الإنسان ما بين الخير وما بين الشر في صراع مع إرادة حرة ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقوها في داخل الإنسان في خير وفي شر في هدى وفي ظلال فألهمها فجورها قد أفلحها من زكاها شوف من زكاها زكا يعني الإنسان عند إرادة فعل وقد خاب من دسها فإذا أنت اجتهدت واستعانت بالله سبحانه وتعالى وطهرت نفسك بالعبادة طهرت نفسك بالذكر طهرت نفسك بالتأمل بالتفكر طهرت نفسك بالصحبة الصالحة طهرت نفسك بالعيش مع القرآن الكريم قد أفلح من زكاها ففي وسائل لتزكية النفس بينها الله في القرآن الكريم ولها عوامل تزيد في إيمان الإنسان لأن طبيعة الإيمان يزيد بالطعات وينقص أيضا بالمعاصي إيماننا بالله بين ثلاثة قول وعمل واحتقاد جناني ويزيد بالتقوى وينقص بالرداء وكلاهما في القلب يحتل جاني فإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرني يبقى بالنسبة للإنسان في قضايا لها علاقة بإرادته لها علاقة بعقله لها علاقة بما عطاها الله سبحانه وتعالى من قدرات على التنفيذ والتمييز بين الخير وبين الشر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فهناك أشياء مسيّة فيها الإنسان وهناك أشياء مخيّة فيها الإنسان أيضا عندما يتكلم الإنسان عن الحوادث فرضا ونحن نتكلم في نفس السياق هو بند القضاء والقدر عندما يتكلم عن الحوادث التي تتقع للإنسان ويصير فيها حالة وفاء يأتي حد يقول بعض الناس يقول هذا قضاء وقدر يأتي الآخر يقول هذا حصل بسبب الإهمال وعدم الانتباه وغير ذلك من الأسباب التي يبدأ عدد فيها الإنسان التي أدت إلى هذا الحادث أو حالة الوفاء القول الحق في هذه القضية هل فعلا هذا مقدر للإنسان أنه يدير حادث وبالتالي يأتي أجل ويموت أو يصاب بعاهة وما لذلك أم أنه هنا ليس للقضاء والقدر دخل في هذا الموضوع إنما هو يرجع لإهمال وعدم الاحتياط من الإنسان نفسه بالنسبة للموت والحياة فإذا جاء أجلهم لا يستأخيون ساعة ولا يستقدمون يعني لما يحين وقت الإنسان والواحد جالس في مكان هذا تقبض الروح يعني من غيره طيب لكن في عالم الأسباب لا شك أن الإنسان يحاسب على الإهمال يعني إذا هو فرط في شيء له القدرة على استخدامه وفرط فيه هذا أعطاك الله عقل أعطاك الله حكمة أعطاك الله قدرات فالإهمالك لهذه القضايا تحاسب عليها كون إن الله قدر سبحانه وتعالى أو في علم الله سبحانه وتعالى قدر حيث علم أن هذا الإنسان الذي يولد في فتحة حيفعل كذا وكذا وفقدر عليه ذلك وقدر لك بيش بيموت وقدر لك بيش بيموت فهذه دوائر تدخل في الغيبيات والإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى لكن اللي يحاسب عليه الإنسان التفريط يعني التفريط في نفسه ولهذا مثلا لي يقتل نفسه هذا بيّن رسول صلى الله عليه وسلم يرمي نفسه هذا مش مقدر له أنه يقتل نفسه مثلا هذه لها علاقة بعلم الله الأزلي فهو قدر حيث علم سبحانه وتعالى فالعقل الإنساني لا يستطيع أن يحيط بعلم الله الأزلي فيؤمن بها ويسلم بها تمام لكن بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان إذا كان عقل عليه تام يعني عقل تام لأنه فاق العقل فقال من يرمي نفسه من جبل فيتودى به أيضا في جهنم يعذب الله سبحانه وتعالى والله اللي يقتل نفسه بسمه ينتحر أو ينتحر أو بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن فعل الإنسان يحاسب عليه الإنسان واضح النقطة لكن لخارج على فعل الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ودوائر الله سبحانه وتعالى المتعلقة بعلمه متعلقة بقدرة المطلقة طبيعة العقل الإنساني محدود محصور مخلوق لإنه وخلق هذا العقل إلى أين في عمارة الأرض أن يجاعن في الأرض خليفة نعم فالنظر في الغيبيات فيما يتعلق بالذات الإلهية وبقدرة الله وعظمة الله في الأماكن التي لم يوض اللي طلب الله منها العقل لا حدودها في نظرة في هذه الأشياء فيدخل في متاهات لن يخرج منها أبدا طيب لكن كل ما ينجي في عقيدة القضاء والقدر بيّنها القرآن الكريم وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أيضا البعض يعني دائما يتحدث يقولون أو يتوهم أن فيه تعارض بين الشرع والقدر ودفع هذا القدر يعني فيقول لماذا يأمرني ربي مترا هو قدر علي يعني هذا السؤال فعلا ليسأل الناس يعني مدام ربي مقدر لي الشيء هذا طيب لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرني بأنني ما نديره مدام أنه مقدر نديره فهذا السؤال هذا أكثر سؤال الآن يسأل يعني ويتردد يعني من أسماء الله العدل وما ربك بيظلام للعبيد يعني مجرد أنك الشعور أن الله بيظلمك فأنت أصلا ما عرفت شمال هذا الإله العظيم وما ربك أن الله لا يظلم متقال ذرة وإن تكو حسن يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة فبالتالي كون إن الله سبحانه وتعالى من صفات العدل فبالتالي عقيدة تامة وكاملة لن يظلم هذا الإنسان إلا وما ربك بظلام للعبيد لكن قال وما أصابكم من مصيبة قال فبما كسبت أيديكم شون معناها معناها في كسب إنساني معناها في إرادة معناها في قدرة أعطاها الله لك يحاسبك الله على إرادتك ويحاسبك الله على قدرتك ويحاسبك الله على ما أعطاك من الخيار أعطاك أنت القدرة على الخيار والاختيار فتحاسب هنا إما هديناه إن هديناه السبيلة إما شاكرا وإما كفورة لكن إنه بمجرد إن العقل الإنساني يصل ويقول يتهم المولى عز وجل بالظل دليل على سيطرة إبليس على هذا الإنسان وقيته في المجاهي في الغام خطيرة جدا وفي مناطق صعبة لإنه من صفات المولى عز وجل وأسماء الحسنة العدلية وعلى ربك من صلى الله من العبيد نعم طيب خليني نسي لكن الله سبحانه وتعالى هو قدر ماذا يحدث حيث علماء نعم واضح النقطة هذه واضح لكن كيفية هذا التقدير كيفية هذا بالتفصيل الإنسان لا يحيط به هذا كل عند هذه الكرة الأرضية هذه نحن اللي عايشين فيها يعني وهالأمم وهالشعوب وهالأمريكان والإنجليز والفرنسيس والصين والهنود والعالم هذا في كون الله بالنسبة للمجموعات الشمسية وبالنسبة للأقمار والشموس نقطة في بحر ولا نقطة ولا عكيت حليل في والصحراء الكبرى سبحان الله يعني بالتالي موضوع المولى عز وجل وعظمة الله سبحانه وتعالى ونعم شيء هائل عظيم ولكن صحيح ولكن نحن نحاول نصل على بعض التساؤلات اللي ربما تدور في أدهان أغلبية الناس وبعض الناس والبسطة اللي لربما ليس لديهم دراية وعمق في فهم هذه المسألة ونحن نصل السؤال هذا بشكل آخر هناك قضايا مهمة جدا أخ محمد الله قال ألف لا ميم الكتاب لا ريبة فيه هدى للمتقين شنو هو الصفة من الصفات المتقين الذين يؤمنون من الغيب لأن العقل السليم يقودك إلى أشياء غيبية جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية تسلم بها تسليما مطلقا من خلال النقل وبالتالي العقل هذا له وظائفه في التأمل في التفكر في عماية العرض وله حدود فالقضايا الغيبية هنا تحتاج للإيمان والعقل يقودك للإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى موضوع الإيمان يحل كثير من الإشكالات القائمة من خلال القرآن الكريم نعم ولكن تبقى هناك أسئلة يجب أو رد عليها حتى شحد همم الناس والتفكر وأيضا الإيمان المطلق بما يقدره الله أنا سأسألك سؤال بطريقة تانية يعني لو جاء شخص وقال أنا ضدت معصية معينة طيب هذه المعصية هي مكتوبة مقدرة علي إذن بما أنها مكتوبة مقدرة فأني ملزم أني سنديرها يعني مقدر لي سنديرها ما رده على الشخص الذي يقول هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى إن قلوا لأن أعطاك الله يواده وأعطاك حرية الاغتيار بين الخير وبين الشر فيحاسبك الله على حرية الاغتيار نعم وهذا القدر الذي هو قدر أنت وقعت في معصية هو مقدر أتفحه بقدر الطعر الذي هو في يديك بالتوبة بالاستغفار بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واضحا نقطة هذه ولهذا الله سبحانه وتعالى من أسماء الغفور من أسماء التواب من أسماء لكن الله الله سبحانه وتعالى أعطاك إيرادة حرة فالحساب على الإرادة الحرة أعطاك الله قدرة الحساب على هذه القدرة أعطاك الله الخيار الاختيار يتحاسب على هذا الاختيار وقعت في معصي هذا الذنب الله تحت مشية الله إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك وإن شاء أوفقك لتوبة جديدة أن الحسنات يذهبنا للسيئات وبالتالي تكفى أقدار الله بأقدار الله طيب خلينا معلش النقطة هذه سوقفتني وحب أن نسل فيها اسمح لي دكتور يعني أن الإنسان القضاء والقدر للإنسان سواء في الخير أو في الشر هذا ما اختلفنا فيه في الخير أمر لا يسأل فيه الكثير أن رب يقدر له في خير ولربما سنتكلم حتى على ابتلاء في هذا الموضوع ولكن في الشر وشخص دار معصية هذا السؤال هنا دار معصية هل نفهم من كلام حضرتك أنت أن الشخص الإنسان بإمكانه تغيير قدر المكتوب له بالمعصية أو بالشر هل في إيدينا بشر نغيره بمعنى الكلام هذا بحيث أننا بما أنني هذا القدر مكتوب أني نعصي نشرب الخمر أو نتكلم على عراض الناس أو نقدب أو أي من هذه الأشياء وهي مقدرة عليه هل أني كإنسان إذن في هذا الجزء فقط عندي قدرة على تغيير هذا القدر؟ أولا ما أدرك أن هذا مقدر عليك ما أدرك هو أن هذا مقدر عليك حرد عليك لا الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان عن ماذا؟ عن ما أعطاك من إرادة حرة طيب أبيّن لك الخير أبيّن لك الشر قال لك هذا المسجد أو هذا في أجر في مثوبة وهذا فعل الصالحات وقال لك هذا الخمر وفيه 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 عذاب وفيه معصية وفيه بلاء وفيه امتحان وفيه 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 خيار هذا الإنسان خيار هذا الإنسان وفق رد الحرة فهو يحاسب على إرادته الحرة اللي أعطاه الله له ملكاته اللي أعطاه الله له كون إن الله سبحانه وتعالى علمه في علم الأزلي تمام؟ إن هذا العبد خيارته ستكون غير صحيحة فقدر عليه فهذه قضية إيمانية عظيمة كبيرة واضحة النقطة هذه واضحة أنا خليلني بسرطت عليك النقطة أنت قلت لي كيف عرفت؟ لربما هذا السؤال يعني أنت سألته ونحن نجاوب حنسأل سؤالي اللي مش موجود معانا الآن سؤال الناس اللي ممكن يسألوا الكثير اللي يتابع فينا في الحلقة حيسألوا يقولك طيب بما أن أنا من يوم ربي خلقني نطفة وقدر لي رزقي وحياتي وشيب ناكل وشيب نشرب وشيب نشوف في الدنيا وكل شيء في كتابة محفوظ إذن من ضمنها أيضا مكتوب أني حنعصى أو لا هذا أنت سألتني كيف عرفت أنت هذه المعصية مقدرة يعني فإذن كل شيء مكتوب بالخير والشر اللي بنديرها في حياتي هو مكتوب بحفوظ عند الله سبحانه وتعالى أنت لم تطلع الغيب لم أطلع الغيب ما أنت ربدا على سؤالك لما قلت أنت عرفك أنت مكتوب عليك أو مقدر لك هذه المعصية أنا من باب أني مؤمن وأمن بأن الإنسان من أول ما خلق ربي كل شيء مقدر ومحفوظ ومكتوب له من بداية لنهاية كل تفاصيل حياته هذا السؤالي هذا فهمي البسيط تمام هذا هنا يأتي شنو دورك ما دمت أنت آمنت بأن كل شيء مسجل ومدون فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكلهم يسروا لما قلق له وقال شنو بالتالي وانت عملتش تهد في الطاعات وبالتالي من كان كيف قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة شنو قال بعدها فسنيسره لليسرة يعني شاك بينت الآيات فأما من أعطى شوف في فعل هنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة ماشي هناك أعمال في أفعال في إرادة صحيح فسنيسره لليسرة واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة شين بيحدث لها فسنيسره لليسرة يزعم البعض هذه بين قصين يعني أن إيمان المسلم بالقضاء والقدر يفقد القدرة على الاختيار طبعا وخلي الإنسان مسلوب الإرادة بالتالي لما إنسان يكون مسلوب الإرادة وما عندهش قدرة على الاختيار أنه يتحول إلى إنسان كسول متوكل يعني يتكل على الآخرين وليس سيأخذ بأسباب الحياة لها العمل وما إلى ذلك ويقولوا أن هذه العقيدة طبعا برضك يعني بعض الإدعاعات أن هذه العقيدة هي السبب في تأخر المسلمين ردك على هذا الكلام فيما يتعلق بإيمان المسلمين بالقضاء والقدر لا نحن القضاء والقدر لنفهم ما يعلم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مبني على العلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نحن على حياة الرسول كيف كان يأخذ بالتخطيط وكيف يأخذ بالتنظيم وكيف يأخذ بالحس الأمني وكيف يأخذ بالاستفاة في العناصر الأولى وكيف كيف استخدام كافة الجهد البشري والعقل وبالتالي القمة في استخدام الأدوات الحسية من عقل من سمع من بصر في أدوات الصراع كان يستخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هذا التواكل الذي يتحدث عنه هذا الشخص لا علاقة له بالمفهوم الصحيح الذي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وليذلك لما جاء الصحابي وقال لرسول عليه الصلاة والسلام قال لنترك الناقة وندخل المسجد قال لعقلها وتوكل يعني يأخذ بالأسباب عقلها وتوكل وبالتالي عقيدة القضاء والقدر التي رسخت في نهوص الصحابة وأهل الإيمان والذي فهموا هذا الدين العظيم هذا يترتب عليه استخدام ما أعطاك الله من منكة العقل استخدام أو الأخذ بالأسباب والتعامل مع السنن والبحث عن الأسباب المادية والمعنوية في عمارة الكون في نهضة الأمة لكن شعور هذا القلب إن هذا السعي هو من توفيق الله والشكر يرجع لله سبحانه وتعالى فيعطيك مفهوم التوكل الصحيح ولهذا ذو القرنين لما قال الله ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى شين قال الله قال إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب متعلق بالحكم متعلق بالحضارة متعلق بالدولة متعلق بالصراعة فأتبع سببا وما جلسش فأخذ بالأسباب مثل أيضا سيدنا سليمان عليه السلام لما قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحن أو لا يأتيني بسلطان المبين وهنا الضبط والضبط والمراقبة والمتابعة والمحاسبة وما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فقمة الأخذ بالأسباب مع الاعتماد هذا القلب على الله والاستعانة به بالدعاء تجدها في حياة الأنبياء في حياة المصلحين في حياة أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة لما قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني افرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة فقمة الأخذ بالأسباب اللي يعرفوا حقيقة القضاء والقدر وحققوا معاني الإيمان يبقى هذه التكاسل اللي يعكوا عليه والجلوس هذا ملاش علاقة بالمفهوم الصحيح للقضاء والقدر اللي بين الرسول عليه الصلاة والسلام طيب في سؤال أخير قبل أن نختم معاك هذه الجزئية وهذه الحلقة دكتور يعني يتساءلون يعني البعض إذا كان الإنسان يصيب ويخطي بقدر الله سبحانه ومشيئته فكيف يحاسب الله سبحانه وتعالى على فعل قام به الإنسان هو مسير فيه وليس بمخير يعني سؤالهم نقل لك السؤال بحد دفيرة شوفوا أن سؤالهم هل هذا يتعارض مع العدالة الإلهية أولا هذا السؤال غلط السؤال المصحيح بمعنى أن الله يحاسب الإنسان وهو مسير الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لكن فيما يحاسب الإنسان هذا العبد يحاسب الإنسان في اختياره في اختياره واضحة النقطة هذه إذا هذا الردنا عليهم نقول لنا الله يقول وما ربك بظلام للعبيد نعم فلما تقول كيف الله يسيرني في المعصية نعم الله أعطاك حرية الإختيار التامة والكاملة فيحاسبك على اختيارك نعم واضحة لكن التسير التام الكامل الشيء المسير لا يكلف الله نفسا نعم إلا وسعها صحيح يعني يجب نعي ونفهم طبعا العدل من صفات الله العلم المطلق نعم من صفات الله القدرة من صفات الله المشيئة يعني بالتالي يكون في هناك أدف التعلم مع الله ومعرفة الله من خلال القرآن الكريم صحيح ونجب الإنسان يفهم ويعي في أي حالات يكون إنسان مسير وأي حالات يكون مخير ونحن الآن وصلنا لهاية الحلقة وهذا الجزء بإذن الله تعالى نتواصل مع حضرتك ونواصل حديثنا وحوارنا في جزيات وأيضا في أحداث أخرى في السيرة النبوية العاطرة بإذن الله تعالى غدا بإذن الله تعالى دور ربع أعطانا عمر شكرا لك دكتور مشاهدين الكرام وصلتنا إياكم لنهاية هذه الحلقة وهذا الجزء بإذن الله على وعد باللقاء إن شاء الله في الجزء القادم وفي الحلقة القادمة تابعونا إلى اللقاء مرحبا